صفحة الكتاب الطالب صفحة لقم 84 In this lesson we will learn also واحد من المواضيع المهمة اللي هي how to write a paragraph about a present you are going to buy شوان حتكتب الارغراف عن هدية سوف تقوم انت بشرائها خلص اول شي هادا ورا هنعدل انطيك الموضوع اللي حتكتبه Let's start. Look at the presents and complete the labels هنا حتبو على الهدايا Then you can complete this label اللي هي الموجودة قدامك هتكملها باستخدام this word هذه الكلمات هنا شو الموضوع اصلا دانية We Sam and Emma went shopping with their parents for presents تحبو للتسوق مع اهلا لشراء الهدايا These are the presents they bought هذه الهدايا التي تشتروها Now we have to complete علينا النكمل We are using these words علينا النكمل هادي الليبل بستخدام هادي الكلمات Let's read number one Mom I bought you red-bag I hope you like it أتمنى انت تعج بيه تعج بيش هاي الليبل باك Look at the bag The bag is made of what Wooden bag or wooden bag Metal leather Of course it's a leather bag Of course it's a leather bag هاي الموضوع اللياخدنا بيونت 2 الليها what are these things made of من ما مصنوع هادي الاشياء So write leather Number two Mom I bought you dash picture Frame I hope you like it We Sam هاذا اللي طار الصورة It's made of إنه هل هو يعني الوصف مات Wooden Wooden Or woolen Or leather Of course طبعا الفراهيم هاد It's a wooden مصنوع من المارد الخشبية وصفها مات نتقل لي number three We have still have woolen and metal Woolen and metal Number three Granny Nadia We all bought you a scarf We hope you like the color ما طبعا الفراهيم طبعا الفراهيم طبعا الفراهيم طبعا الفراهيم مصنوع من الولد So it's a woolen Scarf It's a woolen Scarf هنتأكد هنا كتبنا اوكي آخر شيء Grand ما هدا We all bought you a watch It's made from مصنوع من But it is not really made from gold That ليست مصنوعة من الذهب يست مصنوع يعني من الذهب سوى مصنوعة من الميتال من المعدن الميتال المعدن سراي هنا شوية احنا كلمتال هنا بس هنا شوية لون مواضح فحنغير نختار لون مناسب ومتعوبتها انه هي متال معلن ننتقل لل الصفحة الورعها الصفحة هادة تمرين استماعي انه انت هنا هتسمع هتحط صح على الكلمات اللي انت تسمعها هتحط صح على الكلمات اللي انت تسمعها هتحط فقط تسمعها هتحط فقط هتحط هات كما قلت بحقق يجب أن تخذك كما قلت بحقق يجب أن تخذك بحقق هنا حتى تسمع وتضع على أمور هما سوف يقوم باختيارها هيا هنا حتى إضافة تسمع وتضع على الوش على أي ورقة هما سوف يقوم باختيارها طبعا كما هنا الراب لي هدثها التغليف أحبت بحقق أحبت بحقق هناك أحبت بحقق و أحبت بحقق أحبت بحقق أحبت بحقق أحبت بحقق أحبت بحقق أحبت بحقق أريد من عندك تسوي على ترتيب الصفات هذا طبعا موحدة من المواضيع المهمة اللي ممكن تجيك بطريقة أو يعني تجيك بطريقة عليك ترتبها و باستخدام موضوع 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 ترتيب الصفات اللي كان موجود بجدول يعني هنرتبها باستخدام اللون والحجم والمادة المصنوع منها هذين الاسم اللي موصوف اللي هي هنستوصف بي الصفة هاذا لديك تراجع قبل ما نبدى بال activity book نبدى بكتاب النشاط صبح رقم 92 93 صبح 92 93 هالي الموضوعين هي عبارة عن موضوعين تتخذ هالي الموضوعين هاذي ثلاثم او هاذي الموضوعين طبعا يكيت كمز موضوعين ممكن تجيك ممكن كقطع انو انت تاخذ منها الكلمات ال words هاذي هاكال الكلمات جواها خط ويول يوز انو احنا حنستخدمها بطن شاط اللي ورا حنرتبها مثلا نستخدم الهدية إذا كانت ونشوف الترتد لون هنحطها بالكولومن اللون والماتيريال المادة والرق المتغلف من عدد احنا هي بموضوع سهل بس الاول انتازم باللسن اندريد تسمع وتقرأ طبعا يتكلم على بين عم من اللي يعيش في البصرة لا يراه كثيرا يتكلمون عادة انه في التليفون غالبا في التليفون واستخدمون الرسالة النصية اللي هي اليميل لانه ده في التراسل كل اسبوع هنشوفة بالي سابق انه عيد ميلادي يعني لقد احريد انه أشياء اول ميلادي كمبيوتر من power لسابقه موضوع رسالة انه يعيش هناك موضوع رسالة غالبا في الانه ويشتري لعبات كمبيوتر اللي هي لانه الألعاب الكمبيوتر اللي يخبه هي عن space الفضاء واول الالعاب اللي تقدر نبع عليها استراتيجي او اللي يقدر يبني بيها اشياء يعني هذا الهدية اللي اشتروها اهلا لابن عمه هذا يوصفها انت هذا الوصف حتنزب الكلوم بالعواميد اللي هي تحت اللي هي page number 93 هذا التغليف ما انت هذه هي سيستر يعني هي صنعتها الكاف وكولد وراش طفح جلدي يعني هاد التمبرتر وتفادل جز حرقتها بالاسعادة يعني في الاسعابيع في الشرير اللي حتى اخذت اهم take a lot of some medicine اكثر كثير من هدايا الام سوت لها شرب الدجاج واني اماتي اشي هاد fruit juice to drink و ايضا هي عصر برتقال واصر فواكه تيكت شربة this is the dress they bought طبعا هي الهدية اللي اشتروها الدرس الفستان اللي هو مصنوم للكوتون اللون ماتة blue and white with pink flower she is feeling better now i bought her a teddy bear as a get well present she loves teddy bears and has two old ones this bear is very pretty it's soft and woolen it's light brown with a dark brown nose and little black eyes i wrapped it in pink paper with little rabbits you should have read more than one time there should go to next activity and try to put the write description and the underline the underlined words in the columns and the underlined words in the columns this comes to the سوف نجعل الهدية الأولى الهدية الأولى كانت سوري بوت بوت مصنوع من شنو مصنوع من شنو بوت 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 مصنوع من شنو سوف يكون التغليف مع التوضع بوت 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 مصنوع من شنو بوت 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 المترجمات with with red dot sorry with red dots next present الهديئة الثانية نفسها موضع عند الله دقل الهديئة الثانية تي شيرت كتن تي شيرت طبعا نتستغليف معتا with blue paper with red dot green and blue cotton تي شيرت هي عبارة تي شيرت هنكتب هنا تي شيرت هنكتب تي شيرت تي شيرت تي شيرت ثم تي شيرت نتستغليف معتا نتستغليف مع تي شيرت نتستغليف معتا تي شيرت هنا حتكون باللون هو pink and sorry blue and white with pink flower material مادة هي cotton they didn't mention rubbing it ما ديكرو تغليفة اخر هدية teddy bear هو دق باللعبة it's light brown with dark brown nose هنا حتكون بخانة الكالور then we have material it's woolen غياني ما ان الول اذا so it's woolen صح صوفي بس يعان تكون made of wool نارايت wool they rubbed it with pink paper with little rabbit ان اخر واخر اخانة التغليف حتكتب pink paper with little rabbit that's for activity D I think B sorry ننتقل الى activity C read about the presents Dani is going to buy to for Ammar طبعا هنا انت نفس الموضوح هيديك بس ما يقول لك Dani لا هيقول لك write about a present you are going to buy ممكن تستخدم هذا الموضوع و ممكن تستخدم هذا الموضوع و ممكن تستخدم الموضوع اللي انا خادز لكي نفس الفكرة بس ويا ما تحكون بي اختصار هنا الموضوع اذا حبيت if you like to use it هذي هتكتبه بس هازن تكتبه بالنص نفس الترتيب نفس الجمل هتراعي capital letters حروف الكبيرة حتراعي بداية الجمل نترك مسافة هنا I'm going to buy my little brother a good word present because he had cough and cold خاصة الجمل نحط full stop نبدى بحرف capital I'm going to buy him a toy car حيشتري لعبة سيارة خاصة الجمل نحط full stop He loves car and trucks نحط full stop نبدى بجملة جديدة He wants a big red car with a big black wheels He likes fast cars ويحب السيارات السريعة ونتذكره تغليفه I'm going to rub it in blue and red paper ممكن تغير التغليف وممكن تغير الهديئة عادي بس لازم ترتيب الجمل لازم القواعد punctuation تكون مضبوطة هنا ممكن تكتب الموضوع اللي انت نفسه هاديش عنوان السؤال write about a present you are going to buy اكتب عن هدية سوف تقوم بشرائها حدث لك موضوع قريب عن هذا الموضوع بس شوية باختصارات وإضافات بقليلة حبيت تستخدم it if you like use it if you don't use this that's it for lesson four lesson three good luck